أعلنت شركة سامسونج إلكتريس عن انخفاض نسبته 95% في أرواحها التشغيلية لتصل إلى 524 مليون دولار مقارنة بـ 11 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي وكانت الإيرادات المجمعة قد انخفضت بنسبة 6% لتصل إلى 47 مليار ومائتي مليون دولار وذلك بسبب قلة شحنات الهواتف الذكية هذا وقد سجل قسم حلول الأجهزة للشركة إيرادات مجمعة قدرها 11 مليار وخمسمائة مليون دولار ما يعني انخفاضاً عن 22 مليار و300 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022 الشركة قالت في بيان لها إن الطلب الضعيف على الهواتف الذكية سببه الطباطئ الاقتصادي والتضخم ومع ذلك تفألت سامسونج بتعافي الطلب تدريجياً نظراً إلى توسع قطاع الإنتاج في الصناعة ومواصلة العملاء في التخلص من مخزونهم من الرقائق